اسم التجربة التجاذب والتنافر الهدف من التجربة استنتاج أن الأجسام المشحونة تجذب أجساماً متعادلة عناصر الأمن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند نفخ البالون ودلكه أدوات التجربة بالون خيط قطعة صوف صنبور الماء في المختبر خطوات إجراء التجربة ننفخ البالون ونربطه بالخيط نفتح صنبور الماء قليلاً لنحصل على خيط رفيعاً من الماء سمكه ثلاثة ملي مترات نشحن البالون بدلكه بقطعة الصوف عدة مرات نقرب البالون ببطء من الماء ونراقب ماذا يحدث النتائج إن جذب الماء المتعادل نحو البالون المشحون وتحرك نحوه لأنه عند تقريب البالون المشحون بشحنة سالبة من الخيط الرفيع من الماء غير المشحون فإنه يتنافر مع الشحنات السالبة في الطرف القريب وبهذه الطريقة يصبح الطرف البعيد مشحوناً بشحنة سالبة والطرف القريب مشحوناً بشحنة موجبة فيتجادبان وينحن الماء باتجاه البالون ترجمة نانسي قنقر